تاببت المطربة ساندي في حالة من الجدل بعد ما نشرت على الفيسبوك انها حتعتزل بعدها اختفت وكان الجدل لسه موجود واللي بيقول انها اعتزلت علشان تعبانة واللي بيقول هترجع تاني لكنها من فترة قصيرة رجعت وقال التصريح غريب وهو ان مش هي اللي اعلنت اعتزالها وان حسابها الشخصي اتسر التصريح ده حسس جمهور ساندي انها تلعب دي لان لو دي الحقيقة ليه اختفت الفترة دي وليه كمان كان فيه تصريحات من اعتزالها بتأكد خبر الاعتزال واعترفت مؤخرة لمطربة ساندي انها مش بتعاني من مرض السرطان زي ما ادعت قبل كده وبسبب ده اعلنت اعتزالها للفن من حوالي شهر واخلاء اعمل اللي فاتت ببنية الحقيقة وزهرت ساندي مع الاعلامية منشتزل في بنامجها واكدت انها كانت مصابة بمرض في معدتها كم اثر على احبالها الصوتية لكنها اتعالجت منه الاول قولي لي عيانة مالك يا ساندي اه هو انا بعدي سنتين بس يعني بتعالي بمشكلة في معدتي بتعملي مشكلة في صوتي يعني عندي ارتجاع في المريء بيطلع لحد احبال الصوتية فبيعملي مشكلة وحصل قبل كده كان عندي حفلة في دبي مع الفنان راغب على الليمة وصوتي فقط صوتي تماما كانوش عارفين يعمله ايه بس لحمد الله غنيت في الحفلة يعني صوتي اتطلع شوية وبعدين قعد ثلاث شهور ما بغنيش خالص ما بكلمش بكتبلهم بس انا عايزة اكل ايه وكشفت ساندي عن حقيقة خبر اعتزالها وقالت انه بسبب زوجها السابق او مدير اعمالها واللي كانت متجوزها في السر 8 سنين انا اللي حصل ان انا يوم 22 اه 12 سافرت لانه انا كنت تعبنة جدا ومش عايز اتكلم مع حد يعني بيجي عليكي وقت مش عايز تتكلمي مع حد خالص حتى اهلك وعندي مشكلة كبيرة مع مدير اعمالي وزوجي سابقا محدش يعرف خالص ان انا متجوزة ودايما كنت بطلع بقول انه انا اه اه بدور على فارس احلامي ومعرفش ايه السبب بس يعني خلاص قررت انه حياتي وهو كمان قرر ان حياتي اه الشخصية محدش يعرف عنها حاجة وانا وفقت على القرار ده اه حصل خلافاتي انت دلوقتي اول مرة بتقولي انك على مدير السنينتين اللي فات وكنت متجوزة اه على مدير 8 سنين انت بتجوزة وقالك كنت متجوزة وقالي 8 سنين اه ليوم انت تجوزتي وانت عندك كم سنة واحد وعشرين سنة وطور 8 سنين دي كنت مخبية ما بتكلمش عن حياتي الخاصة وهو حابب كده لانه كجربت اتكلم كتير فكان بيقول للناس من ورا دهري لا لا مش متجوزة على فرش فحسيت انه يمكن انا غلطانة ما بفهمش مسلا قلت اتسو كيه وقالي كمان ساندي انه كان بيستغل لهم علشان كده طلبت منه الطلاقة انا باختصار مصدر رزقه فتحولت الحياة من ان هي حياة زوجية محترمة الى سبوبة وانا ما حبيتش الحياة دي